بالوقت موضوع أوباما والوكلة في ناس الزمالك بس هي حتى في زيزو عايزة تكمليها كملي كان فيه بلان تو في حالة عدم رحيل زيزو في حالة عدم رحيل زيزو وده تبقى بالنسبة 20% الزمالك مستقر ان ناس تابع الأستاذ مامدو عباس وتابع المجلس فيه عرض مال يتقدم لزيزو فعلا حتى زيزو هيطل عين فيه بس أنا بقولك عرض مال يتقدم لزيزو من النادي أنا بقوله الاسم كامل الأستاذ مامدو عباس العرض كانت كالتالي النادي هيتحمل حوالي 60 مليون جنيه ده العقد كامل أيوة الزمالك 60 الأستاذ مامدو عباس 40 مليون و60 مليون دولار مش 60 بس صافي لا ده يبقى فيها كمان داخل فيها نسبة إعلانات وداخل فيها بعض الشركات اللي هي هتنول الإعلانات دي ومنها من أعضاء المجلس اللي هو بيحاولوا ان هم يرادوا ويبقى فيه ترضية كويسة عشان يقدروا يحافظ القوام الأساسي للفريق وكان زيزو يعتبر مرحب بحاجة زي كده وانه لو مدد عقده ان الزمالك يسمح له ان لو جاله عرض كويس انه يطلع عار فده اللي كان الاتفاق فبنسبة لو زيزو مكمل ده اللي هيتم وساعتها لو تم هيبقى الأساس لنادي الزمالك عدم فتح القيد الأساس تمديد عقود اللعيبة ساعتها هيبقى الأساس عدم فتح القيد هو الأولوية تمديد عقود اللعيبة ومستحقات المتأخرة بالضبط لكن لو زيزو تباع هيبقى خلص فتركه والصفقات أوباما أولا موضوع أوباما أوباما خلال فترة حالية يعتبر له ثلاث وكلة لكن هو تواصل مع بعض الوكلة عشان يشوفوا بعض العروض أولا عندك الأستاذ أو الأستاذ سيد مرعي وميدو حزين جابوا له عرض من النادي المصري بالفعل قعد مع الناس لكن العرض شبه يتوقف بعد كده الأستاذ أحمد يحيا وده اللي هو يعتبر وكيل قوي جدا في الأهل وفي الزمالك جاب له عرض من نادي بيرامتس وكان خلال الساعات اللي فاتت كان فيه جلسة بين أستاذ أحمد ديحيا وفي حضور أوباما وفي حضور الأستاذ عمر بسيوني وقعدوا يتكلموا في الموضوع وخلي بالك هو لو رحل لي بيرامتس الزمالك مرحب بده ليه؟ علشان الزمالك عايز مصطفى فتحي وعايز محمد صبر فهيبقى فيه تفاوض في الحتة دي والشبه الأقصر حظا اللي هو ينتقل ليه؟ هو هيبقى بيرامتس وهيبقى فيه بعض السابقات يعني هو بيكترف بالفعل خلاص وشبهي يعتبر أتم الصفقة لكن التوقيع ما تمش التوقيع لسه التوقيع ما تمش بالنسبة لموكلات في حالة آه أنا بقولك كانوا قاعدين يدوب وفندو أنا أستاذلك بس ما لك عشان فيه حاجة ما بمتاهش إيه؟ أنت بتقولي أوباما هيروح بيرامتس بيرامتس ومقابل وصفاتح مثلا؟ لا 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 فريق عربون محبة يعني فريق بس الزمالك مثلا مش زعلان أنه هو هيمشي لأن من الآخر كده حتى لما حصل جلسة بين أوباما وبين بعض المسؤولين في نادي الزمالك أو بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك شبهي تطفيش يعني مثلا أنت بتاخد عشرة طب هنديك خمسة يعني بدل ما يقالك أمشي لا هي بطريقة شيك شوية لكن اللعب بأمانة هو كان عايز يكمل في نادي الزمالك وكان مستعد لتخفيض راتبه لكن مش بالطريقة دي لكن مش بالطريقة دي خارس فالزمالك عادي مرحب جدا في حالة غضب شديدة من بعض المسؤولين من بعض نجوم الرياضة من بعض نجوم الكورة من بعض أعضاء الجامعة العمومية اللي مسؤولين عن طرابيزة الكورة في نادي الزمالك ودي من الحاجات المسيطرة جوة نادي الزمالك أنا قلتها قبل كده قبل فترة الانتخابات وفي المجلس السابق إن في حاجة اسمها ترابيزة الكورة في نادي الزمالك ودي بتبقى فيها كل الرموز وكل رجال الأعمال وكل الناس اللي مسؤولين عن حتة الكورة مش حتى صحاب قرار الناس دي فعلا خبرة وكل واحد في مجاله وبتضم كوكبة من أفضل النجوم ومن أفضل رموز نادي الزمالك على فكرة يعني الناس قاموا فعلا حالة غضب شديدة من سيطارة بعض وكلاء اللعيبة أو أحد وكلاء اللعيبة على مجلس الإدارة على من أنا بقولها مين هو في واحد من وكلاء اللعيبة هو اللي مسيطر على مجلس الإدارة وبقى في حرب بين وكلاء اللعيبة ضد بعض يعني أنت عايز زعب فأنت خلاص خدت توقيع اللعب أو اللعب معاك طب أنا هبوزك الصفقة ده حرفيا حصل بيحصل حصل مش بيحصل ده حصل وبقى في مشكلة بين مجموعة مثلا قعد مجلس إدارة رشح لاعب أو فيه تفاوض مع لاعب فبيجي الوكيل يبوز الصفقة من ناحية التانية فبجد مجلس إدارة نادي الزمالك لازم يكون واعي جدا جدا لكارسة وكلاء اللعيبة وكلاء اللعيبة مش مصلحة نادي الزمالك وكلاء اللعيبة مصلحة العمولة أو المقابل للمدي اللي هو هيطلع له من اللعب ومن النادي فلازم النادي يبقى حذر في ده جدا لأنه دلوقتي بقى يتم حتى الافتغلال في وكيل اللعب أو الوكيل اللي موجود بدل ما يطلعه باسمه بيجيب وكيل يتم الإعلان عن اسمه وهو اللي في الخلف مالك الأيام القادمة ستحمل أكبر سعيدة الجمهور نادي الزمالك في حالة بعزيزه في حالة بعزيزه